موسيقى مشاهدين أهلا بكم إلى هذه النشرة الاقتصادية من قناة الأخبار المغربية امفينتكات أفاد البنك الدولي في تقرير صدر يوم أمس أنه من المتوقع أن تسجل أسعار السلاع الأولية أكبر خفاض منذ جائحة كورونا لكن أسعار المواد الغدائية لا تزال قريبة من مستوياتها القياسية المتفعة مما يزد من انعدام الأمن الغدائي وقال البنك الدولي أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار السلاع الأولية العالمية هذا العام بأسرع معدل لها منذ بدء تفاشي جائحة كورونا مما يلقي بضلاله على أفق نمو في نحو ثلثي الاقتصادات النامية التي تعتمد على صادرات السلاع الأولية ومع ذلك في نمف من المتوقع حسب المؤسسة المالية ليؤدي انخفاض الأسعار إلى قدر ضائل من الراحة والتخفيف عن كاهل نحو ثلاثمائة وخمسين مليون شخص في جميع انحاء العالم يواجهون إنعدام الأمن الغدائي وقعت المندوبية السامية للتخطيط والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني يوم أمس بالرباط على عقد لتصميم ونشر مجلة دفاتر التخطيط على البوابة الإلكترونية الخاصة بالمجلات العلمية المغربية التي أنشأها ويديرها المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومن شأن هذا الاتفاق الذي وقعه بالأحرف الأولى المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي العلمي ومديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني جميل العلمي أن يضمن انفتاحا أكبر للمجلة على الجامعات وأوساط البحث مع العمل على تطوير مرجعيتها على المستويين الوطني والدولي وفي كلمة بمناسبة أكد السيد لحليمي أن هذا التعاون بين الجانبين سيمكن من تنشين مرحلة جديدة من تطور المجلة التي تم إطلاقها سنة 2005 مع إتاحة إمكانية التثمين التنوع الذي تزخر به البيانات لدى العوساط الجامعية وعوساط البحث أصدر الاتحاد العام لمقاولة المغرب مؤخرا كتابا أبيض يهدد توجهات القطاع الخاص من أجل النهوض بالصناعة الوطنية خلال السنوات القادمة وأفد بلاغ للاتحاد بأن هذه الوثيقة التي تمت بلورتها على هامش الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة بدعم من كافة الاتحادات الصناعية التابعة له تشكل خارطة طريق واضحة للإجراءات التي يتعين اتخاذها على مدى السنوات المقبلة من أجل ضمان استيادة الصناعية الوطنية ويعتبر اليوم الوطني للصناعة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وبمبادرة من الاتحاد العام لمقاولة المغرب ووزارة الصناعة والتجارة بمثابة منصة حقيقية للنقاش وتبادل الآراء بين القطاعين العام والخاص حول تنمية الصناعة المغربية في خبر آخر شكلت سبل تعزيز آليات التعاون الثنائي في مجرية الاستثمار الفلاحي محور محادثات التي جمعت يوم أمس برباط بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي ووزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أشهد السيد صديقي بعلاقات الأخوة المتينة التي تجمع المغرب والإمارات العربية المتحدة مؤكدا على أهمية تطوير الاستثمار في انقطاع الفلاحية ونقل التكنولوجيا بين البلدين بهدف على وجه الخصوص الزيادة في حجم إنتاج السلاسلة الفلاحية كما شدد الوزير على ضرورة تعزيز التنصيق بين القطاع الخاص في البلدين من أجل تعاون ثنائي أكثر رجاعة وفاعلية يعكس مستوى العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية تتجه أسعار والذهب نحو تحقيق ثاني مكاسب شهرية على التوالي اليوم إدفعت المخاوف الاقتصادية المستمرة وضعف الدولار المستثمرين مستثمرين للإقبال على الأصوص للآمنة مع تركيز الأسواق الآن على اجتماع مجلس الاحتياطية الاتحادية المقرر الشهر المقبل واستقرأ الذهب في المعاملات الفورية عند 1989.50 دولارا للأقية ويتجه لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 1.1% واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1999 دولارا دولارا وعلى العكس يتجه الدولار لتكبود خسائر شهرية مما يجعل الذهب رهانا أكثر جديبية لحميلي العمولات الأخرى نهاية ونشر الاقتصادية لهذا اليوم نلتقي بعد قليل في موجزي الأهم الأنباء إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر